التعليم هو أحد أهم القطاعات في المجتمع حيث تولي الحكومات هذا القطاع اهتماما خاصا إذ يمثل الاستثمار الحقيقي للنهوض بمستقبل الشعوب فهو الذي يهذب النفوس ويمنح الشعوب القوة والمناعة ويجنبها العديد من الويلات فيحقق نموا اقتصاديا واجتماعيا للسير إلى الأمام بخطى واثقة في آخر معطيات مقلقة نشر المجلس من أجل سلامة الطفل حول تسرب الطلاب من المدارس وتبين أن تسرب الطلاب من جهاز التعليم العربي يكاد يكون ضعف جهاز التعليم اليهودي كله ووفقا للمعطيات فإنه خلال العام الدراسي 2017 و2018 تسرب من مجمل جهاز التعليم أكثر من 23 ألف طالب معظمهم من صفوف السابع حتى الثاني عشر ويشكرون من نسبته 2 فارزة 7% كل هذه المعطيات برزت قبل انتشار جائحة كورونا التي ألقت بظلالها السلبية على المجتمع العربي وأثرت بشكل خاص على قطاع التعليم وزادت من ظاهرة التسرب من المدارس وتسرب من جهاز التعليم العربي 29 من بين كل ألف طالب في الصفوف فوق الابتدائية في العام الدراسي 2017 و2018 بينما هذه النسبة في جهاز التعليم اليهودي الذي يشمل المدارس الحكومية والحكومية الدينية والحريدية ستة عشر من بين كل ألف طالب ووفقا لتقرير مجلس سلامة الطفل فإن تسعة من بين كل ألف طالب عربي في المرحلة الابتدائية يتسربون من الدراسة وسبعة من بين كل ألف طالب يهودي تسربوا من المرحلة الابتدائية وفي العام الدراسي 2017 و2018 تسرب من المدارس الابتدائية أربعة عشر ألف طالب يهودي وأكثر من ثمانية ألف طالب عربي علما أن العرب يشكلون عشرين بالمئة من السكان ويتسرب من المدارس التنوية في إسرائيل قرابة ستة عشر ألف طالب بالمتوسط سنويا أي حوالي تسعة عشر من بين كل ألف طالب ويتسرب من المدارس الابتدائية قرابة سبعة ألف طالب بالمتوسط سنويا أي حوالي ثمانية من بين كل ألف طالب وتطرقت معطيات التقرير إلى التسرب المعلن إلا أن هناك آلاف الأطفال والطلاب الذين يعانون من تسرب خفية أي الطلاب الذين يرتدون المدرسة بين حين وآخر ولكن غالبا ما يتغيبون عن المدرسة وتتفاوت أسباب التسرب المدرسي من بيئة إلى أخرى فمنها ما تكون أسباب رئيسية لها تأثير قوي ومباشر في عملية التسرب ومنها ما يكون تأثيره ثانوي وبدرجة أقل سواء كانت متعلقة بالطالب أو الأسرة أو المدرسة أو الظروف المحيطة